مرحبا لغاية ما يرفع الحظر الإعلامي عن معاينات الجيل العاشر لمعالجات انتل ولوحات الأمزي 490 الأسبوع القادم نعطيكو هالتصبيرات اللي هي كم فيديو استعراض وأنبوكسن وفتح صناديق للوحات الموجودة عنا اليوم عنا فتح صندوق واستعراض للوحة اسوس ROG Republic of Gamers Maximus 12 Extreme اللي هي تعتبر من الفئة المرتفعة أو High End أو Extreme للوحة بداية اللي فيكو بتساءل ليش قاعدين بنعمل أمبوكسنج أو فتح صناديق أو استعراض للوحات الأم بدون معاينات زي ما حكينا في عنا حظر إعلامي على المعاينات احنا قاعدين بنعاين حاليا بالمعالجات واللوحات بس ما بنقدر ننزل الفيديوهات الآن قاعدين بنستعراض لكم باللوحات عشان الفيديو ان شاء الله طبعا المعاينة ما يكون نص ساعة وساعة وساعة ونص فهيكا بتقدر ترجع لهاي الفيديوهات عشان تشوفوا كل التفاصيل عن اللوحات اللوحة اللي لدينا اليوم اللي هي الار او جي ماكسيمس 12 اكستريم زي ما حكيت وهي جبسة زي 490 وبتدعم معالجات التنث جينيريشن أو الجيل العاشر من انتل وأكيد بتدعم كروس فاير و اسلاي وبتدعم الاورا سينك من ايسوس وريبوبليك اوف جيميرز الآن في شوية خصائص موجودة على البوكس من وراء زي معظم اللوحات اللي عيناها قبل هيك لا زي 490 أو الاستعرضناها عفوا في عنا دول ايثرنت عليها 10 جيجابيت و 2.5 جيجابيت زائد اكستريم باور ديليفري في عنا عليها توصيل الطاقة عاليه جدا خلينا نفتح البوكس او الصندوق اول اشي من لاقيه والغطر البلاستيكي بعدها منشوف اللوحة اللي ام نفسها اللي تصميمها مبين انه هي بريميوم او جاية على الهاي اند منشوف في عنا البوكسات او الاماكن اللي فيها الكابلات خلينا نستعرضهم واحدة 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 واول اشي عنا ديم دوت تو كارد كرت مخصوص على لوحات ايسوس فقط نقدر ركب عليه كمان اثنين ام دوت تو درايفز غير الاماكن الموجودة على لوحة نفسها وعليه شيلد او درع للحرارة شكله جميل ولطيف لان في عنا اكسيسوريز او اضافات ثانية زي لزقات او دبل فيس عشان نركب فيها اكتر من شغلة وفي عنا كرتون هيك شكل لطيف عليها مسج او رسالة ترحيبية داخلها منلاقي الكتيبات او المانيولز باكثر من نسخة واحدة لللوحة نفسها اللي هي للماذر بورد في عنا واحدة للثاندربولت كرت رح نشوفه كمان شوي في عنا واحدة للفان اكستنشن مرضو رح نشوفه كمان شوي وفي عنا لوحة اللي هي عليها كل استيكرز والبطاقات تبعات ر او جي الان في عنا كرت لا الثاندربولت مش موجود على اللوحة نفسها على الباك اي او لا موجود كرت وعليها وصلتين يو اس بي 3.2 تايب سي وفي عنا وصلتين ديس بلي بورت ميني وطبعا بده وصلة باور وفي اماكن وصلات لللوحة الام نفسها وفي عنا الفان كنترولر اللي هي بارة عن بورد صغيرة منقدر ركب عليها مراوح وار جي بي وحجمها بحجم الاس اس دي العادي اللي هو 2.5 انش او الهارد ديسك الصغير تبع اللاب توبات ونقدر ركبها على الكيس يا ليد لو كانت هاي مغطية مش هيك موجودة اكسبوزد او عارية خلينا نحكي لان كل لوحة التانية هيك او القطع التانية جاي جميلة الان في عنا بوك صغير كرتون اسود لما نفتحهم نلاقي فيه فلاش درايف او يو اس بي فلاشة صغيرة عليها لدرايفرز او تعريفات طبعا هاي التعريفات بتكون قديمة شوي بتقدروا تعملوا الابديت انتوا لاحقا في عنا كمان ميدالية وفي عنا كل البراغي اللي لازميتنا عشان نركب الامدو التوز او الاس اس دي تبعتنا وفي عنا الستيكر او الباج تبعت ري بابليك اوف غيمرز ايضا جميلة وفي عنا القطعة اللي مركب عليها كل توصيلات الكيس بتيجي مكان بقطعة واحدة عشان ما نتغلب فيها وفي عنا كيبلات الساتا اللي عددها ثمانية جاي كبير جدا بعدد البورت نحن نشوفها على البورد ان شاء الله وميزت هاي كيبلات الساتا انها تيجي بريدد او مخيطة يعني تيجي هيك هاي اند بتحسوا احساسها جميل جدا في عنا وصلتين دي سلي بورت من ميني لفل اللي هو عشان تركب على وصلة الثاندربولت في عنا وصلة باور تيجي للفان كنترولر في عنا وصلة للثاندربولت كنترولر اللي هي تجتيجة على البورد وفي عنا وصلة للفان كنترولر أيضا عشان نوصلها مع البورد لهذه وصلات خاصة بأيسوس وفي عنا ثلاثة ثيرمن سنسورز أو حساسات للحرارة عشان نحطها بماكن مختلفة بالكيس أو على البورد نشوف الحرارة وفي عنا وصلات أدرس بالRGB وRGB عادية بتيجي إكستنشن عشان التطويل للكابلات تبعت الRGB تبعتنا في منها أدرس بالو في منها عادي الآن في عنا إضافة جميلة اللي هي الROG Multi Screw اللي هو عبارة عن مفك على Republic of Gamers في عنا راسيتين منقدر نشيلها واحدة فيليبس من القياس الكبير والقياس الصغير شكله لطيف هيكا ومنقدر نستعمل يعني إضافة لطيفة ماء الهداعي ولكن الجماعة حاطينها وأيضا بيجي معه زي تطويلة أو زي ذراع مغنطة منها هيتها عشان نلقط فيها البراغي الواقعة وفي عنا أنتين الواي فاي سيكس والبلوتوث وفي عنا مروحة صغيرة ممكن نركبها مع براكت على الكولينج تبع الVR أمزل اللي حوالينا السي بيو هاي اللي براكت تبعتها مش ضروري نركبها ولكن يعني إضافة إذا حدا بدو إياها أنا ما بحب هاي المراوح شخصيا وفيه البراغي تبع تركيبها منروح للوحة نفسها وأول إشي من اللاحظة أن اللوحة بريميوم يعني من بتحس إنها غالي وعليها معظم الكونيكشنز أو الوصلات اللي ممكن نحتاجها طاغ عليها اللون الأسود وخطوط التصميم تبعت ROG مع اللوغو تبع ROG على اللوحة وفيها كم مكان بضوية فكرة على كل حال خلينا نبلش بالسلوت اللي هي الـ LGA 1200 وفي عنا المناطق اللي حوالينا المعالج الـ Power Delivery والتبريد تبعها وفي عنا أربع سلوتات أو أربع أماكن للرام مش شيلد الجاي بس أنا صراحة الشيلد تبع الرام مش كتير بقتنع فيه بس يعني التبريد تبع المعالج جاي بيفي وسميك شوي بس ما بحسوا أفضل حل تبريدي مش عارف هل رح يكون وقت المعينة كويس ولا لا بدنا نجرب ونشوف للشراود اللي جاي فوق جاي معدن وليس بلاستيك مكتوب عليه maximum 12 وفي عنا هيت بايب ماشي على كل المناطق التبريدية نبلش بالوصلات في عنا وصلتين 8 زائد 8 طبعا لازم توصلوا واحدة بس إذا بتكون overclocking لازم توصلوا الثنتين وفي عنا مكان لفان وفي عنا مكانين لفانات أو مراوح الـ CPU أو المعالج وفي عنا مكانين لأدرس بالـ RGB وRGB وأربع أماكن لفانات الموجودة بالأعلى بغض النظر شوية المراوح في عنا الإنديكيتر تبع الـ LED اللي هو بعطينا error codes وأي مشاكل عنه في عنا السويتشات تبعت تبريد الـ LN2 وكل هاي الأشياء في عنا كبسة start وفي عنا أكثر من كبسة للـ overclocking من يجيهم إن شاء الله وقت المعينة لما نعمل كسر سرعة على هاي اللوحة في عنا 24 pin وصلت الـ power supply في عنا وصلتين 3.2 USB Gen 2 Type-C وفي عنا وصلت الـ dim.2 للبطاقة اللي حكينا عنها قبل شوي هاي وصلتين الـ USB 3.2 Gen 2 Type-C في عنا وصلت USB 3.1 وفي عنا ثمن وصلات SATA وفي عنا كمان وصلت USB 3.1 مش عارف إن محتاج ثمن وصلات SATA ولكن حاطين كونكترز عجيبة جداً وكافية الآن في عنا الشيلد تبعاً اللوحة نفسة عليها لوجو Republic of Gamers وأكتابة عليها Republic of Gamers طبعاً وزن اللوحة بيجي تقريباً 2 كيلو وشوي أتوقع 2 كيلو و300 وفي عنا هاي القطعة بيجي عليها شاشة رح تبدو الـ RGB إن شاء الله وقت المعاينة بنواجيك وياها بطلع عليها معلومات زي ما حكيت في عنا مكانين لـ M.2 تحت هذا الشيلد أول ما حكيت هيني بحكي زائد إنه وزن اللوحة كله لهاي القطعة المعدنية الهائلة جداً موجودة هون عشان تبارد على الـ chipset والـ M.2 نجد التوصيلات اللي أسفل اللوحة في عنا الـ Front Panel اللي هي منركب عليها الكيسة اللي بتركب الإسلاك على القطعة اللي شفناها بعدين منركبها هون في عنا وصلة الـ Front speaker هاي كويسة بتعطينا indication إذا كان فيه arrows في عنا كبسة الـ BIOS switch عشان نحول من BIOS 1 لBIOS 2 هاي مفيدة جداً إذا لا سمح الله ضربت واحدة أو منتشكل بين التنتين في عنا وصلة Water pump ووصلتين أكتر لقياس تبريد المائي المفتوح وفي عنا كمان وصلتين لـ Water pumps جاء بيجوا الأمبير تبعهم عالي في عنا كمان أربع وصلات لمراوح فعنا وصلات كافية جداً لأي تبريد مائي مفتوح فعنا وصلتين USB 2 هاي جيدة لمعظم الكولرز أو الـ All-in-one coolers إذا بدنا نعطي سنسر لأي سوفتير موجود عنا في عنا وصلة الفان كنترولر أو متحكم المراوح اللي شفناها قبل شوي منحط السلك منوصله باللوحة لهم عشان نتحكم بكل المراوح والـ RGB موجودة عليها في عنا وصلتين كمان RGB وحدة Addressable الوحدة عادية في عنا وصلت مولكس عادية هاي كانت موجودة صراحة باللوحات خديمة المستغربة لها موجودة الآن عشان تعطي طاقة أكثر للPCI Express أتوقع ما في الهداعي ولكن هايها موجودة اللي بحب أوصلها في عنا الهيدر تبع Thunderbolt Card عشان نوصله في عنا Front Panel Audio وفي عنا بالآخر الـ Chipset تبعات Supreme FX اللي هي بتتحكم بالساوند اللي هو عادة بكون جيد من ASUS نيجي للـ Back I.O أو الوصلات الخلفية في عنا كبسة الـ Update تبعت الـ BIOS وفي عنا كبسة ClearSynos واحدة عشان ترفع الـ BIOS واحدة عشان تفضيها الكبستين موجودين وتعودنا عليهم بمعضل اللوحات اللي هي Mid أو بالرينج العالي في عنا ست وصلات USB 3.2 Gen 1 وفي عنا وصلتين USB 2 عفواً واحدة منهم لي وصلت الـ BIOS اللي بنحط فيها الفلاشة عشان نعمل Update للـ BIOS مع الكبسة اللي شفناها فوق الكبستين أو المكانين اللي عليهم مربع بنقدر نعملهم مع بعض ونعمل Update للـ BIOS حتى بدون معالج في عنا وصلتين USB 3.2 Gen 2 Type A ووصلتين 3.2 Gen 2 Type C وفي عنا وصلتين لـ Ethernet واحدة 10 جيجابيت واحدة 2.5 جيجابيت هاي واحدة من أهم الأشياء اللي موجودة على زياء 490 عم الأقل اللي بتحصل على 2.5 عنا وصلتين أنتينات الـ Wi-Fi 6 والبلوتوث بيجوا بوصلة واحدة وفي عنا 6 وصلات طبعة الساوند أو الصوت وفي عنا اسم Republic of Gamers موجود على البانل من وره نيجي لشكل اللوحة من الأسفل في عنا Shield عاكس الـ Design الموجود بالمنطقة العلوية على كلمة Republic of Gamers أو جملة Republic of Gamers مع اللوغو تبعهم مع الخطوط تبعة التصميم وجاي بمناطق معينة بتحتاج ونثبت فيها التبريد الموجود فوق بشكل عام كافي بتهيئ لي وكويس إنهم ما حطوا أكتر من هيك عشان ما تثقل اللوحة بس بعرفش إن التبريد كافي ولا لا نيجي الخلاصة زي ما حكينا هذا استعراض مش معينة حكينا لكم كل الخصائص الموجودة باللوحة إن شاء الله لما يرفع الحظر الإعلامي عن المعاينات رح نعمل معينة كاملة وكسر سرعة على هاي اللوحة ونشوف قدراتها الحقيقية من الجدير بالذكر أن هاي اللوحة Extended ITX يعني كبيرة جداً ممكن ما توسع بكيسات معينة بتكون تديري بالكو لوحة High End بدها كيس High End ولحد الآن Asus ما حكونا الأسعار بعدهم ما حكو عن أسعار لوحاتهم فإن شاء الله أول ما نعرف الأسعار نحن أعطيكو إياها بالنهاية شكراً لكم على المتابعة إن شاء الله يكون عجبكو هذا الفيديو إذا عجبكو اعملوا لايك لا تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا الجرس عشان توصلكوا أي فيديوها جديدة مننا إذا عندكم أسئل ملاحظات أو اقترحات حطواها بالتعليقات أو تواصلوا معنا على حساباتنا على شبكات تواصل اجتماعي اسمنا عليها وكمبوتر موجود بوصف الفيديو ووصف القناة نشوفكم بدي ثاني إن شاء الله تحيي كبير جداً من دارك ومني أنا مد سلام